انا اه يعني كانت الصالة بسعر معي كتير خصوصا في الحسابات او في المحاسبة يقول له والله انا ما عنديش خبرة محاسبين انا مسلا في السابليتشين لا ما عنديش خبرة سابليتشين ما اشتغلتش بادي في في اه شركة اه لا انا اشتغلت وعند الخبرة خبرة متوسطة لا انا والله لس انا ادفانست ولا انا اشتغلت على السيستم ولكن جاي في حاجات بالنسبة لي نوت كلير في السيستم فانعايز اتعلمها فاحنا ان شاء الله هنغطي الكلام ده كله اه باذن الله في الكورس بتاع فالاول حابب اعرف كده يعني خبراتكم في البرنامج فاحنا زي ما احنا قلنا الكورس هيبقى معي ادفانست يعني هيبقى للناس فعلا اللي هي الكنسلطانت اللي اشتغلت هيبقى كمان للناس اللي هي لسه مبتدئين اه يعني ان شاء الله هنبقى مع بعض الكورس كويس جدا وهنفهم فيه اوفرفيو عن السيستم طبعا عشان نعرف الناس اللي هتستغلن السيستم الاول مرة هنفهم اه المهم جدا بالنسبة لي مهم جدا جدا انا يعني الاستشاري لازم يكون اه على الاقل فاهم البروسيس او البزنس بروسيس وهنعرف يعني ايه بزنس بروسيس هنعرف يعني ايه ورق وفلو هنعرف يعني ايه تشتغل على السيستم وهنعرف يعني ايه تشتغل في شركة وهنعرف يعني ايه لو عملنا انترفيو ننجح فيها باذن الله رب العالمين طيب اول حاجة يا جماعة اه السابلاتشين بتخدمني في ايه فانا او ده سؤال مهم جدا لازم نجاوب علي فانا لو دخلت عندي دلوقت ممكن ندخل نسأل السؤال بطريقة تانية ايه هو البزنس اللي موجود عندي كل البزنس يا جماعة السابلاتشين بتدخل فيه جميع البزنس سابلاتشين بتدخل فيه يعني اللي بياخد كورس سابلاتشين وبيتعلم كورس سابلاتشين في اي مكان ان شاء الله هيشتغل لان السابلاتشين ما في اه شركة الا ما بشتغل بالسابلاتشين طيب هنعرف انا اقع البزنس وبعد كده هنشوف يعني ايه سابلاتشين وبعد كده هنشوف البرنامج احنشغله ازاي على السابلاتشين و ايه الكنتانت الخاصة بالسابليتشي فانا مثلا لو بدأت اقول البيزنس طيب اللي عندي طبعا الشاشة تخردي معاكو صح شايفين انا فتح الورد دلوقت طيب فانا مثلا لو بدأت البيزنس طيب لاز كتير ما تعرفش ايه انواع البيزنس اللي عندي طيب انواع البيزنس اللي عندي ممكن تكون الشركة اللي عندي اول حاجة ممكن تكون تريد او ممكن تكون مانيوفاكتشارينج الحاجات دي يا جمعنا ما ببعتش بس حاجات مهمة جدا تمام لازم نكونوا اغطرنا منها مش عايز يعني انا مش عايز ادخل واقول اودق على السيستم واحفظ لا الكلام ده ايه ان شاء الله مش هنشوفه مع بعض لا الكلام ده لازم اكون فاهم انا بعمليه او انا داخل الصفرية الشين هتفتني بايه طيب عندي اما تريد اما عندي مانيوفاكتشارينج اما بروجيكت والبروجيكت دي في انواع كتير زي سيرفيس و اه و اتسطرا طيب انا عندي اما في تريد اما مانيوفاكتشارينج اما بروجيكت اه ده كده يعني بنقدر نتكلم في انواع الايه البزنس بتاعي طيب يعني ايه تريد يا جماعة تريد يعني انا انشأت شركة انا انشأت شركة الشركة بتاعت دي انا ما بعملش عملية تصنيع ما بصنعش اما انا بعملية انا بشتري بضاع وببيحها ازي تز يعني في عندي مثلا لو افترضنا ان انت عندك شركة او فتح لك محل جوالات او مصنع جوالات او مصنع بيتبيع فيه لبس بالحالة انت لازم ببقى عندك حاجتين لازم تفرق هل انت عامل المصنع ده هو اللي بيعمل التصنيع يبقى كده المجال بتاعه هو مانيوفاكتشارينج ولا انت عامل تريد تريد يعني انا بشتري البضاع وباخد عليها ببريسنتيج نسبة معينة اه من القصد بتاعتي ايه ايه از سيلز برايس وباخدها وبالتالي انا بعمل عملية تريد ما بعملش عملية تصنيع يبقى ده اول حاجة بعرف تريد عندي مانيوفاكتشارينج عندي بروجيكت تمام البروجيكت هنا المانيوفاكتشارينج ده بجمع اللي هو التصنيع كلنا عارفين التصنيع 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 ان انا بجيب مواد خام وبداخلها عندي اه داخل المصنع المواد الخام ده بنتطلع حاجة اسمها finish the good اللي هو المنتج التام نصطع اي نوع المنتج بقى انا بعمل والله البان بعمل اشطاء بعمل مثلا ازايز بلاستيك بعمل بيبسي بعمل سيارات كل الكلام ده بيبقى موجود عندي في التصنيع طيب اخر حاجة البروجيكت البروجيكت كمان اه البروجيكت يعني السبليتشين بتدخل في البروجيكت البروجيكت انا ممكن اكون بقدم خدمة زي الدين اكزامبل مثلا والله انا عندي مجموعة من العمال بشغلهم بمثلا شغال عمال مضافة عندي مضموعة من المهندسين المهندسين دولا شغالين بيعملوا عندي مثلا لو انا عندي مثلا بروجيكت زي موضوع الرينتال والله انا عندي عمارات بأجرها عندي مثلا اي اين بروجيكت بقى اضر زان المانيا فكاتشارينك والتريد فده بسميه بالنسبة لبروجيكت وبالتالي انا برضو بدخل من الصغر الأجر في البروجيكت بأجرها بعض الأعمال شغالين للعمال ومصديبين محتاج لهم مناديل محتاج لهم صابون محتاج لهم كل الأشياء لبقى اذا لازم يكون عندي طيب. نرجح شوية تاني عشان نتكلم على السابلاتشين. السابلاتشين يا جماعة ليها سلسلة التوردان. الصوت بس يا جماعة. الرتيل يعتبر اندر التريد. انا ممكن ابيع الحاجات اللي انا بباحها. وممكن اندر المانيو فاكتشارنج. وممكن اندر البروجيكت. دلوقتي انا انا برضو بجبت بضاعة وبباح. يعني انا جبت بضاعة ودخلها عندي ما باح اممكن اطلع ابيعها عن طريق ايه. او المانيو فاكتشارنج بصنع وبطلع في النهاية منتج. المنتج ده عايزة بيونج. فانا بصنف الهندسة تحت التريد او تحت المانيو فاكتشارنج. اوكي? طيب. يبقى تاني بنرجع يا جماعة نقول طيب انا اللي بدخلني في الموضع ديات عشان افهم انواع البزنس. واعرف السابليتشين هتقدمني فيه ازاي? طيب السابليتشين يا جماعة معنى سابليتشين يعني سلسلة التوردات. سلسلة التوردات. يعني انا اجزامبل لو انا دخلتها عندي في التريد هنا. هندي مثال بسيط. انا بعمل اه بشتري مناديل وببح. طيب. ده كده بالنسبة لي التريد لان انا ببيع بجيبه وببيعه ما بادخلوش عملية التصنيم. فانا في الحالة ديات انا عشان اشتري او ابدأ في عملية الشرق. فانا انا ببدأ في عملية سلسلة التوردات. سلسلة التوردات بتبدأ بداية من الفندور نفسه بطلب منه رو ماتيريال. الفندور ده بيعمل عملية دليبر للمنتجات بتاعتي او رو ماتيريال بتاعتي. من خلال عملية الترانسوبرتيشن وعمليات حاجة اسمها لاندد كوست هننتكلم فيها برد في الكوست. طيب. انا دلوقتي البضاعة اعمل المورد اه دليبر ليا. في الحالة ديت انا بدخلها عندي المخازن. وبعد كده ببدأ من عملية المخازن ببدأ اعمل عملية السيل ان انا بعمل سيلز اوردر ببعي البضاعة بتاعتي. برضو بقدر اعمل لها عملية ترانسوبرتيشن. وبالحالة دي بسلمها للكاستمر. يبقى انا دلوقتي معناها ان البضاعة جتل من الفندور سلمتها للكاستمر. طبعا انا بتكلم على سمول بروسس في الايه السابريتشين. لكن مفهوم السابريتشين سلسلة التوردات يا جماعة انا بجيب المنتج سواء كان. فنش دو جود او رو ماتيريال الى ان بسلمه الايه للكاستمر. اللي غط ما سلمه الايه للكاستمر. يبقى ده تعريف بسيط جدا للسابريتشين. لازم هنا وانا بشغال في السابريتشين ببقى عارف كل خطوة بتحصل معي لازم اكون اعمل لها او مسجلة على السيستم. يعني ما فيش حاجة اسمها عملية منوال اوت اوز سيستم. يبقى الهدف بتاعي ان انا وانا شغال في السابريتشين كل حاجة انسايد سيستم. يعني بمعنى انا دلوقتي ببدأ انا انشأت مصنع. يعني انا دلوقتي ببدأ وليكن. او خلنا في المثال بتاعنا مثلا دخلت انشأت محاس. انا بتكلم على اجزامبل على التريد. لو انا جيت عندي هنا مثلا عندي مخزن هنا. بداية انا انشأت الشركة فقلت والله لا الشركة جواهنا هعمل مخازن. المخازن ديت هبدأ اروح اشتري منه اشتري البضاعة من المورد. فببقى مثلا عندي هنا الفندور. موجود معي الفندور هنا. تمام? ادي الفندور انا اشتريت منه البضاعة. دي طبعا عن طريق الترانسوبرتيشن. يبقى انا عندي عملية ترانسوبرتيشن. اشتريت البضاعة بدخلها عندي هنا فيهن في المستوضع بتاني. طبعا اه من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها انا بادخل البضاعة هنا في المستوضع. طبعا المستوضع ده هنتكلم في تفصيل وانتكلم في وهنا نشوف ازاي بالزبط هاعمل المستوضع على السيستم نفسي بالزبط. يعني المستوضع عندي على عندي فيزيكل انا نقسمه لزون وداخر كل زون وكل فيه الراك والشلف والبين كل الكلام ده عندي فيزيكل انا عامله هاعمله برضو نفس الفكرة على السيستم. يبقى انا برضو من ضمن السابلاتشين اني باعمل بتاعي بدخل اعمل تقسيم الويرهاوس از تز فيزيكل وبيتم عليه الكاونتينج وبنتم عليه الترانسفير وهناعمل عليه برضو الموبايل ابليكيشن كل حاجة انا خدها خطوة خطوة. يبقى انا دخلت البضاعة عندي هنا المستوضع ازا فينش دو كد ببدأ اعمل عملية ايه بطلعها هنا برضو عن طريق الترانسفيرتشن هنا عن طريق سيلزوردر والله انا طلعت السيلزوردر. العميل طبعا فيه بروسس كبير هنتكلم فيه طبعا عشان اشتري البضاعة وفيه بروسس كبير عشان ابيع البضاعة. طيب انا سلمت العميل هنا اللي ايه البضاعة بتاعته. هنا طبعا بيبقى فيه عملية عكسية هنا لما المورد هنا بيورد للبضاعة انا بدي له هنا ايه بتاعته. يبقى انا فيه عملية عكسية هنا بتحصل. يبقى ده كده هنا بالنسبة ليهي. وهنا الايه البيمت وهنا عملية الايه البيمت. طيب. يبقى حصل هنا دخل لرو ماتيريال وطلعت له ايه بيمت. هنا هيتم العكس هنا طلعت له. سوري هنا المسال بتاعنا فينش دو كده عشان انا معي تريد. انا بتكلم في تريد يبقى فينش دو كده. اف جي. طيب انا انا بالنسبة لي ديته اف جي. يعني في الحالة ديات العملية العكسية هنا او هنا هيدينا ايه بيمت. هيدينا ايه او بنسميها ايه. يبقى انا انت حاجتين يا جماعة اللي حصل هنا انا في النهاية عندي مورد وفي عند عميل. انا اصلا شغل كله بيانحصر ما بين المورد ومن العميل. المورد هنا باخد منه حاجة حاجة ديني. اما باخد منه وبعمل لها يا اما باخد منه وبالتالي هدخلها عملية التصنيع عندي. اه اه هباح اجين لمين للكاستمر. يبقى انا كده بسهولة اتكلم تعالى ان بتضمن انا ابدأ نتكلم وانقول بتضمن تبدأ من عندي الفندور. الفندور ده انا بطلب منه اصناف معينة. الاصناف دي بدخل بدخلها الويرهاوس. طبعا دخل الويرهاوس. كنترول. بقدر اعمل كنترول على الويرهاوس. هنتكلم في التفصيلي. بعدين بيجي لي ببدأ اعمل سيلزو اردر. ليه? العميل. العميل هنا ما بعمله سيلزو اردر طبعا بيديني عكسها لعملية الايه? الكلكشن. تمام يا شباب? prest اتناوليها curva انه حقم احز espaço انه حقم انه لا نелюب ان كل د Buddha ان قدر طيب يا شباب انا هنا كده افتح الترير معكم. طيب. نبدأ ندخل مع بعض واحدة واحدة كده ونشوف. اول حاجة طبعا انتم بيبقى عندكم او لو كان حتى اشغال عندكم في شركة بيبقى معه او بنسميه يو اي تي. يو اي تي ده او التست سيرفر ده بتقدر تشتغل عليه تعمل عليه اللي انت عايزه كله بحيس انه بتقدر تقدر تدرب نفسك عليه. طيب اه ممكن زي ما قلنا قبل كده ان الشباب يقدروا اه عن طريق اي تي مسلا او لو انت شغال في شركة او او تقدر تنزل السيستم على جهازك انت. ويبقى موجود عندك على طول والسيستم بينزل مالوش علاقة بالدات الخاصة بالشركة بتاعتك. حتى لو الشركة بتاعتك هتنزلولك بينزل من مايكروسوفت. وتقدر ايه تشتغل عليه ويبقى موجود عندك على السيستم بتاعك. برضو هبقى شاير معاكم لينك للجروب. في جروب في مئتين وسبعين استشاري او مئتين وثمانين استشاري. بانزل عليه اسئلة كتير وشغل كتير وفي شغل جامد ما شاء الله كوميونيتي موجودة. فبرضو اللي عايز لكم اللينك اللي عايز يدخل عليها يسأل يرفع اسئلة في اي حاجة حتى شغل موجود على الجروب. انا عارف ان المعظمكم موجود لكن برضو انا بقول اللي مش موجود يقدر يطفل معانا في الجروب ده. طيب. زي ما انت شايفين يا جماعة شايفش السيستم ما شاء الله بيغطي كل انواع البزنس زي ما احنا اتكلمنا. فهنبدأ كده مع بعض ندي سريع على السيستم وبعدين ندخل مع بعض ايه في اه طيب هنا طبعا لو انا بدايت هنا اليوزر بتاعي انا بحب بعمل سين اوت بعمل سين اوت وبعمل سين ان بقى بعمل سين ان بقى بعمل سين ان. هنا طبعا ديت اه هلك و سبورت واشياء خاصة بميكروفون. هنا حاجة موجودة طيب اليوزر اوبشنز هنا يا جماعة انا بقدر ادخل عليها بقدر اعمل ايه دي حاجة خاصة بي انا. مسلا لو انا حبيت اغير بتاع السيستم مسلا اللون ده. قم جرد ما تضغط عليه خلاص انت الشاشة تغيرت باللون اللي انت شايفه معايا ده بالشكل ده. فمثلا لو طلعت اجين هنا فايفين انا اضطر مسلا طبعا تفين بقيه لو انت عندك اه اه سيرفرز واحد لايف واحد تست. عشان اطلق باتش نفسك ممكن تعمل اللايب بلون والتست بلون في فيدك في الموضوع جدا. طيب انا اقدر اكبر حجم الشاشة او سطرها لو انا عملت كده ورجعت تاني للشاشة الرئيسية بتاعتي. هلقى عندي الطايل وحجم الشاشة كبره. ده طبعا غير الزوم. فده هو يبقى فيكست بالنسبة لك وموجود عندك الطايل. طيب ارجع اجين لو انا دخلت هنا هتلاقي حاجة اسمها او برفرانسز. حاجات برضو طمان احنا مش هنتكلم في كل حاجة لكن هديكو برضو الحاجات اللي احنا نفهم. اول حاجة انت ممكن تحط القائد لما تيجي تفتح السيستم على طول يفتح لك الديفولت كامباني. فانا مسلا لو جيتين اقولت والله انا عايز بالنسبة لي. فباجي هنا اللغة برضو مايكروسوفت اضافة السعودية عندك اه في السيستم. فاتلاقيها اهي. اللي هي الكونتوس السعودية. انا حتى عايز نشوف اعدادات لدولة عربية موجودة ازاي? فانت تقدر تقش تقول تشوف هنا تقدر تشوف او اللي مايكروسوفت عاملها للسعودية. فاحنا مسلا هنشتغل على مسلا. طيب انا عايز اول مفتح السيستم. الاقي ايه? الاقي دفولت داشبورت. يعني الاقي الداشبورت دي موجودة معي. يبقى انا كده اول حاجة عملت ان الكمباني هتفتح معي بمجرد مفتح السيستم. هلاقي عايز داشبورت دي بسمها داشبورت دي بسمها تايل اللي جوه داشبورت. وهوريكو ازاي برضو انكم تقدروا تكاريته طيب طيب بنفسكم. وتشطو في الداتة اللي انتم محتاجينها او اللي انتم عايزينها. الشكل اللي انتم عايزينها. هنرجع اجين يا جماعة هنا. ليه? البريفرانسز. هنرجي هنا طبعا نقول الديفولت فيو او 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 ايديت طيب الحاجات دي ات is not important معي ناو طيب لو انا حبيتها اللي بالبرنامج عربي سهل جدا هعمل اي ار حوله عربي السيستم كله فعمل سيف وعمل ريفرش ولكن طبعا ده مش لكماندي ده جمع محدس اللي بالسيستم عربي عشان محدش بيشتغل عليها عربي خبص زي ما نشايفين اهو تجمع السيستم بقى باللغة العربية وبقى كله ايه الترجم لايه العربي زي ما نشايفين بالطريقة دي وطبعا انا اصلا ما عارفش اشتغل عليها عربي عشان تبع عارفين فهرجع ثاني للسيتنج خيارات المستخدم والتفضيلات وهرجع ثاني اقول له united state us dash mf sorry en dash yours طيب اقول له ايه طبعا اكيد طبعا اه بعمل اكتبيت اليونيوبر دوكيومنت هندرينج دي بتفيدني عشان اقدر اعمل اقتاش داخل السيستم وانشوف احنا هنتكلم في الاتاش ازاي طيب ادخل على الاكاونت بالنسبة لي طبعا هنا بتلاقي الاكاونت بتاعك بتلاقي الايميل بتاعك وهنا برضو بتحاجة اسمها ايميل بروفايدر اي دي عندوكو الاي تين اللي بيعملوها عشان لما السيستم عايزينو يبعت اوتوماتيك ايميلات اه زي ما اوضح لكم برضو ان السيستم يبعت اوتوماتيك ايميلات فيه مسلا في حاجات خاصة مسلا كل فرميشن اللي بيقو او وعايز السيستم يبعت ايميلات الموتوماتيك هوريلكو برضو ازاي تقدروا تعملو طيب هنا الوركو فلو يا جماعة هنتكلم في الوركو فلو الوركو فلو هنتكلم عنها اللي هي يعني لو انا جد باختصار كده او لو انا عندي قلت بداية المشترات او بداية بتبدأ مسلا بحاجة اسمها اللي هو امر الشراء البرشيز الريكوزيشن هنا امر الشراء يعني انا بعمل انا مسلا ان شغال في مستودع وعند البضاعة انتهت وعايز اطلب بضاعة فانا بدخل اعمل حاجة اسمها بورشيز الريكوزيشن فالبرشيز الريكوزيشن ده لازم يمر بوركو فلو بوركو فلو يعني يا جماعة يعني سير عمل يعني لازم ان انا وانا بكرية البرشيز الريكوزيشن وبحط الاصناف اللي انا محتاجة اشتريها لازم يبقى فيه ابروفا ليحصل لازم موافقة من المديري علشان السيستم يبدأ ياخد اه اكشن ويبدأ يحاول الريكوزيشن لحاجة اسمها بورشيز قردر فهنا لازم ان انا بعمل اكتيبيت لسنت نوتيفيكيشن الاميل وبعمل سنت نوتيفيكيشن اكشن سنتر الفرق بينهم يا جماعة هنا السيستم بيماعات الاميل لما اعمل ساب مت لمعاملة او معاملة او معامل ابروفا لمعاملة يعني انا لو امين مستودع وشغل واختكتب ضعفة بكرية حاجة اسمها بورشيز الريكوزيشن وبعمل ساب مت ساب مت يعني ايه يعني بنقل الطلب لمستوى اعلى مني الليفل اعلى مني ببعته لمديري بس طبعا كل ده سيستم انا بكلمش على اوت اوز السيستم كل كل كلام يا جماعة عن السيستم محدش يفكر انا بتكلم على ورق او دوكيومنت او 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 طيب انا عايز في اللحظة ده المعمل ساب مت يبعتلي اشعار باميل وكمان يبعتلي اشعار على حاجة اسمها الاكشن سنتر اللي هي دي بيتسميها الاكشن سنتر يعني المدير بتاعي حتى لو مش فتح الايميل وانا عملت له ساب مت يجيله اكشن هنا يقول له او لو سمحت تعمد ايه الطلب بتاعي ففي الحالة دي هتلازم اعمل اكتيف ليلوركوفلو زيما انت في فين بالزبطين طيب تحاجة اسمها الدرجيشن الدرجيشن دي برضو يعني مش عايز تدخلك فيها كتير برضو ان انت لو انت بقى اجازة ممكن تحط مكانك عثان الوركوفلو تروح له فمسلا انت بتحط الايه الشخص او بتسليكت الشخص او بتقول له كل الموديول او اقوله بتحط الشخص وتقول له من فترة كزا لفترة كزا وبنتدق اي ووركوفلو جيرك في الفترة ديت بتعمل لها درجيشن درجيشن يعني بتدقل الوظيفة بتاعتك لشخص تاني يعني تخيل ان انت مسلا مدير ماجي وقلت والله انا نزل اجازة شهر طيب انا عامل لكل الوركوفلو علي جميع الوركوفلو اللي في السيستم بدل ما بدخل على كل الوركوفلو اعمل لها تشنج او تغيير مثلا للاسيستنت بتاعي لا انا ممكن اقول لالسيستم خد بالك انت بس اعمل لكل اي ووركوفلو تجيلي اعمل لها درجيشن دي شخص معين بختار اليوزر والله يعني فترة الاجازة من شهر واحد الى واحد وثلاثين واحد فبالتالي الشهر ده السيستم فهم ان كل المعاملات اللي هتجيلي هتروح لاليوزر التاني طيب تمام يا شباب الى 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 الدنيا مفهومة ولا لا? ممتاز. نعم? والله على حسب الطين بتاعنا انا عايزكم بس ايه ما تستعجروش معيه وان شاء الله انا يعني هديكم كل حاجة كل حاجة بما يخص الصابليتشين واوبرفيو انا ممكن انا عارف ان فيه ناس ممكن تقول والله ده الاوبرفيو دي بالنسبة لنا مفهومة بالنسبة لنا او كذا او كذا. ايه ما اشي ولا يمك احنا اشغالينا اوت وبازن الله هندخل برضو مع انا في السيستم ان شاء الله بس بناخد اوبرفيو سريعة كده برضو علشان الشباب او فيه ناس لسه بتتعرض للسيستم دي ما احنا قلنا الشغلة يبقى عندنا برضو للناس اللي هي كده والادفانس برضو بازن الله. طيب. ان شاء الله موجود. ان شاء الله. طيب فاحنا الى يا جماعة. ما اسمع كندسي؟ ايه سامة؟ ان شاء الله بكرة هيكون عندكم ان شاء الله. بازن الله. حاضر. برضو اه لو في حد عنده خبرة ولا انا الجزء ده مش هعيز احضره مش هحضره. الجزء ده عايز احضره. اتساب تهم. فان شاء الله بكرة هيبعت لكم الكونتنت بتاع الكرس كامل. اه ربنا هيسر الامور بازن الله ثم موسطين من الكرس ان شاء الله. انت حضرت معي كرسي يا بشماندس اي كرسي. الاولاني. طيب الكرسات انا عملت لها اجين ترتيب. اه بس بعت له مسيج. ايوة. اه لا انا ربت بتاع تاني. بعت لي بس مسيج ونرسله لك مرتب. بازن الله. الله يسهل. نرجع تاني يا جماعة مع بعضي كده على الوزر اوبشنز. اه فاحنا هنا اتكلمنا في الورج بفلو خلاص. بالنسبة لنا اليوزر اوبشنز دان. لو رجعنا تاني هنا اجينا على حاجة مهمة جدا اسمها التاسك الكوردر. اسمها التاسك الكوردر دي يا جماعة. انا دلوقتي عايز كل حاجة انا بعملها السيستم يسجلها لي. اذا دوكيومنت. يعني لو انا شغال اذا كونسولدانت وعندي اه ناس بعملها ترينينج ازاي كاريتو جي ال ازاي يعملو اه بورشيز ريكوزيشن ازاي يعملو بي او. فانا المفروض ان انا كل حاجة بعملها بعملها بعمل لها دوكيومنت او بنسمى يوزر مانيوان. ليه عشان الموظف ده او مش ها وحابه جي موظف تاني مكانه فانا مش مضطر اشرح تاني. فانا بكاريت له حاجة اسمها تاسك ريكوردر. طبيكي السيستم بكاريت لي دوكيومنتو في الحالة دية. بقدر السيستم بيسجل الخطوات اللي انا بعملها مسلا على اساس ان انا اعمل بورشيز ريكوزيشن. فانا بتخش على التاسك ريكوردر هنا في حاجة اسمها كريت ريكوردر. فمسلا انا جيت قلت له الله انا عايز اشتغل في بورشيز ريكوزيشن. هنا طبعا اه طبعا فيها جماعة في حاجة اه بتنزل هنا اسمها تاسك ريكوردر سكرينشوت بتعملها بحيس ان انت لما تعمل هنا ستار السيستم مش بس بيعمل لك خطوات لا دا بيعمل لك خطوات مع السكرينشوت نفسه. فانا دخلت هنا مسلا على البروكورمينت انسورسنج. كل هفس ده موديول هنبدأ به. البرشيز ريكوزيشن. او هنشتغل برضو الموديول ده معنا ان شاء الله. وقلت له مسلا والله انا بعمل نيو بورشيز ريكوزيشن. شايفين يا جماعة انا بجي تتبصوا كل خطوة انا بعملها بتسجل معي هنا. فمسلا والله انا عايز اشتير كليننج ماتيريا. حاضر لأ ابص اللي انا بقوله ده انا انا كله بقول لك ركز على حاجة اسمها تسجل معي ده عايز افاهمها لك. لكن قول ان انا بعمل بورشيز ريكوزيشن لأ دي محاضرة تانية او ده شغل تاني. انا مش بكرت بورشيز ريكوزيشن انا باش مهندس. انت فاهمني? اما اجا كاريت انا هشرح لك دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه ودي كاريت ازاي. فاهم عليا? لكن انا بشرح وظيفة او بتاقي التسجل كورجر اخد بالكم من الحتة دي. فبقول اوكي يعني انا دخلت بسرعة على كل الكلام ده احنا هنمشي خطوة خطوة زي ما اتفعنا يا جماعة. لكن انا بقول لك دلوقتي وظيفة التذكر الكورجر. فتبالك انا كل حاجة بقف عليها بقول لك ايه وظيفة. فمش معنى انا بعمل خطوة تانية سريعة. لا انا بعمل خطوة تانية سريعة. عتان اوضح لكو ايه وظيفة التذكر الكورجر. ما بشرحش بروش يزرك وزيش. طيب انا كده اهو يا جماعة انا ماشي هضيف لاين كل ما اعمل حاجة دي هتسجل معاهم. وبالتالي انا ماز خطوات وز سكرين شوت. وز سكرين شوت. في حاجة بس بتيزر على جوجل يا جماعة اللي هي اسمها تسكر كوندر سكرين شوت. هي اه بتنزلوها. يعني اقول لكم بتنزل ازاي. بحيس ان انا في النعائل اما بخلص كده انا بعمل خلاص انا خلصت موضوع اه ازاي او خطواتي ان انا اعمل افترض ان انا خلصتها بالكامل بعمل وبعملها اكتبورد ازا وورد. فالسيستم اعملها لي فعلا دول لودة هو تعملها دول لود. وسيفها عندي وسميها مسلا كريات بورشيز ريكوزيشن. طبعا زي ما قلت لكم اجين السيستم انا ما نزلتش خاصية السكرين شوت. فانت بعد كده لما نزلها لكم ممكن المحاضرة فانت بعد كده لحاجة هتلاقي الخطوة وتحتها لسكرين شوت الخطوة وتحتها لسكرين شوت. كأنك بدان من الدنيوم انت يا جماعة عندك بدان بس بدان ما بتاعمل انت مانوال. لقى السيستم هو اللي بيقوم بلوظيفة ديت عن طريق وظيفة الايه. طيب جميل جديد. موبايل اب. ايه موبايل موبايل اب دي يا جماعة دي حاجة مهمة جدا وجميلة جدا. يعني انا اضحت برق شوية السابلاتشين بس هتستخدمها في السابلاتشين برضو. ان انت عايز اي حاجة في السيستم عايز افتحها على الموبايل اب بتاعي. والله مايكروسوفت عاملة حاجات على الموبايل اب زي الانفينترور انهاند. ممكن انت كمان بنفسك كاريت موبايل اب. يعني تعمل كاريت للموبايل اب. يعني تعمل كاريت للموبايل اب لنفس الحاجات دي دي. ايه برضو انا بديكم بس معلومة عنها لكن ان شاء الله برضو الحاجات دي هنبقى نعمل فيها شغل موسع بازن الله بس مش في السابلاتشين. طيب. جامعة قولنا الاشعار. الاشعار هنا بيجيلي في حاجات كثيرة. لو انا عملت اكسل لشاشة بتدينا اشعار ان تم الاكسبورت. لو انا عملت بحيث ان انا عايز لان احنا هنشوف حاجة اسمها اي فيلد في السيستم تقدر تعمله اي اي ميل هتظهر لي معي هنا فين في الالت. انا يا جماعة لو انا عايز انا بدل الشركة. لو انا عندي مجموعة شركات وشغل على شركة واثنين وتلاتة عايز اقل من شركة الشركة بقدر انقلها. طيب. هنا حاجة جميلة جدا يا جماعة ورية عملية السياشة. انا كمبتدئ في حاجات كتير مش عارفة. مثلا البشماندس دلوقتي بيقول لي والله على البروشيز ريكوزيشن. طب ما تكتب هنا اول بورشيز ريكوزيشن. السيستم هيجيب لك كل حاجة بمكتوب فيها اول بورشيز ريكوزيشن. بس كده ده هيجيب لك النبيجيشن بتاعها. النبيجيشن يعني حركة التنقلات بتاعها. فمسلا لو انا عايز اول بورشيز ريكوزيشن فهرقلي تحت البروشيز ريكوزيشن. لو ضغطت عليها فالسيستم دايريكت ودانا على البروشيز ريكوزيشن زي ما انا عملنا ايه? مش بس كده. اي مكان اي حاجة في السيستم عاوز تبحس عليها زي ما بتبحس على جوجل من الاخرى. على اي حاجة انت بتبحس بنفس الفكرة هنا على اي موديول اي كلمة السيستم بيودها لك وديفيتشارز حاجة مهمة جدا ضافت باي مايكروسون. طيب. لو جينا هنا نبص يا جماعة هنا بمجرد ما بضغط هنا السيستم بيفتح لي الشاشة اللي انت فينها ديت. لو انا عايز افكس او اسبت النافيجيشن دي ما بضغط على السهم ده. حتى لو قفلت امت هتكون لها الموديولز هتبقى مفتوحة معي وجهزة معي. في حاجة اسمها يا جماعة لو انا جيت مسلا زي دلوقتي انت كل يوم بتفتغل في حاجة اسمها فانا لو دخلت على دخلت على دخلت على فكل يوم بدخل عليه فانا ممكن اجي على واضغط على فالسيستم هنا بيروح طرح ما دغطت عليه فهنتحفظ لي هنا في الفئة فانت ممكن تشوف انت ازا يوزر او كده ايه الحاجات اللي انت كل يوم بتشتغل على والله انا بشتغل على والله انا بشتغل على والله انا بشتغل انا مش عارف على ايه خلاص. فتجي في القايمة الحاجات اللي انت بشتغل عليها موجودة فين? في الفابلتز. طيب الريسينت. الريسينت بيشوف لي اخر حاجة فتحتها ايه? بس لقيت عشر حاجات بس. يعني انا النواردة فتحت الريسينت. كذا وكذا. فهو بيشوف لي اخر عشر اخر عشر. او حاجات فتحتها وبيجيبها لتحت الايه? تحت الريسينت. بس عشر عشر ريكورد بس. طيب لو دخلت على جماعة دي حاجة كمة في الجمال. هتلاقي مايكروسوفت عمله لك بالدفولت الوركس بيس اللي قدامك ديها. حاجات جميلة جدا. طبعا الوركس بيس ديت بتختلف باختلاف يعني واحد مسؤول عن المشتريات. ما بيظهرش معها الا الوركس بيس اللي يتخصص المشتريات. واحد واخدش مسؤول موردين واحد مسؤول عمرك. فالسيستم احنا تمام معك. انت في الحالة ديت بيظهر لك الخاص بيه? وهتشوف بعد كده ازاي ان اتكارية اه ووركس بيس دي اضافة كده معنا في الكورس. انك تعرف كده اووركس بيس جميلة لكل مانجر او لكل يوسف. طيب. اه انتخش بعد كده يا جماعة للمد يول. لغاية كده يا جماعة الامور الاوفر فيه واضحة معكم. واضحة معكم. طيب. ان شاء الله يا جماعة اذان امرتلكم عشان تبقى العمر واضحة معكم الان سوف أعطيكم بكرا بإذن الله اكيد سوف أعطيكم ايه اللي هنبدأ به عشان نمشي سيكونس مع بعض وكل المدولز اللي احنا ايه طبعا انا اعطيكم المدولز وابعتها لكم كلها المدولز اللي احنا نشتغل عليها بس محتاجين نشوف كل المدولز اللي هنشتغل عليها طبعا يا جماعة انا ما باجي اول خطوة انت بتعملها لازم هو مديولة يعني انا لو انشأت شركة انا كاونر انشأت شركة ببدأ اشوف الشركة ديت والله الشركة ديت ايه مجالها زي ما اتكلمنا في التريد ببدأ اعمل الدبارتي منتا عندي بقسمها ببدأ اعمل مستودعات بتاعتي ببدأ ابني كل شيء عندي في الشركة بعد كده اول خطوة انا بعملها لانشغال تريد هو ان انا بنشئ الصنف اللي انا هشتريه او هبيعه يعني انا مثلا لو شغال مصنع تيشور مصنع مناديل انا بصنع عشرة خانا اقول الشركة شركة مناديل بلاش مصنع انا بشتري المناديل وببيعه فمش هينفع ان انا اشتري المناديل اللي لما يكون بكارية التيشور عندي على النظار يبقى انت اول خطوة لازم تخش من موديول عايزين نفهم الحاجات كده جماعة يعني ايه منطقيا كده انت اول حاجة زي موديك انت عايز البروتيس بتاعك او السابلاتشين بتاعك انت عايز تروح تشتري اكتشو ده من مورد فاول حاجة يا جماعة انا بعمل حاجة اسمها الاول قبل مشارها من المورد من الذي ستقوله والله انا محتاج بطاعة سيكون الولهاوس مانجر او الولهاوس و لنبدأ بيه انه يقوله والله انا لازم اكارية الابطاة الاول على حان اعمل عملية الطلب البطاعة واحد يقول لأ احنا كده بنبدأ غلط احنا مش هنبدأ من طلب البطاعة نبدأ منين هقول له لو انت يعني عايزين نبص بطريقة اوسع بطريقة اكبر لا السيلز هم الاساس لو احنا نبدأ القصة من البداية جماعة خالص انا زي مورت لك انا فتحت مصنع عندي من ضمن المصنع او من ضمن الشركة في سيلز دي بارتمنت في بورشيز دي بارتمنت في الانفنتوري او الويرهاوس انا افتح شركة كمي ببدأ انا دلوقتي والله انا اشغال الوقتي انا هسيل او هعمل بيع لالتيشور فانا بجيب يا جماعة لكل دي بارتمنت عنده ادينه البلان بتاعك او ادينه الفوركاست بتاعك فبجي عن السيلز دي بارتمنت وقول له اديني الفوركاست بتاعك والله بيقول الفوركاست بتاعي والله تبقى لدراسيتنا في السوق وتبقى لشغلنا وتبقى وتبقى ان انا المناديل ديت او الانواع ديت احنا هنشتغل فيها المناديل ديت والله بتاعنا او الفوركاست بتاعنا ان انا هبدأ ان انا ان انا في الشهر من نوع الديشور ده ابيع مثلا 10.000 حبل بينما النوع ده في الشهر ابيع في 20.000 حبل فبيديني بحاجة اسمها فوركاست بما يخص وان يير عندي او بما يخص شهر او او اثنين او ثلاثة على حسب الشركة ادام الفوركاست هنا انا طبعا لسه مأس الشركة جديدة طبعا الوارهوز بتاعي فاضي ما عنديش بضاعة فيه فبدأت الخطوة من السيل ان هي تبني فوركاست لمباعاتي ان انا والله هبيع من البضاعة ديت كميات معينة وبسعر معينة فهنا طبعا قدامي تو اوبشنز لو انا لسه الشركة بالنسبة لي بتشتغل بسيستم جديد وزي ما نقول يعني سيستم او الشغل ميديم خلينا نقول ان انا بدخل قناءا على الفوركاست بتاعة السيلز بدخل عندي ببدأ اعمل برشيز الكوزيشن للفوركاست بتاعي انا بكلمك ده يعني بروسس عادي موجود في الشركة وموجود في شركات كتير ومعظم الشركة فوالله انا كسيلز بارتمنت اكسبكت للصانف ده اللي انا بعمل له 10 تلاف حبة وانا ما عنديش حاجة في الورهاوس يبدأ امين المستوضع بناءا على الاكسبكتاشن او الفوركاست يكاريت برشيز الكوزيشن تن ساوزان للصانفة بيبدأ البرشيز الكوزيشن يتكاريت بيبدأ الورهاوس مانجر بيأبروف على الايه البرشيز الكوزيشن يبقى احنا بنقول ممكن البرشيز الكوزيشن يكاريت البرشيز الكوزيشن طبعا عن الطريقة اللي انا بقولها دي طريقة مانيوان مانيوان يعني هي على السيستم برضو بس مش دية الادفانسد احنا بنتكلم بقى بنقول لو احنا عندنا شركة شغالة كله سيستمايزد والافضل واللي شغال في الشركات ايه وايه معظم الشركات مش شغالة بايه وايه اللي انا لو عايزة بقى شركة متخدمة او اطفانسد اعمل ايه فانا بكلمك على الشركات المديم او الشركات المدوسطة اللي مشغالة البرنامج كويس لكن في شركات افضل هنقول برضو هتعمل ايه فبناءا على الفرقاست اللي محطوط بابدأ اعمل بورشيز الكوزيشن بيتم التعمل عليه من الويل هاو اسمانيجور بنجرد ما بيعمل عليه ابروفل السيستم بيعمل له تحويل او ترانسفير من بورشيز الكوزيشن لحاجة اسمها في او طيب قبل ما السيستم بيعمل لي او قبل الابروفل من الويل هاوس مانجرد لو احنا عندنا دلوقتي على حسب نوع البيزنس يعني ايه مش حاضر اخبار خلينا بس عشان في بيزنس قبل ما اعمل ابروف من البروشيز الكوزيشن لأ بعمل حاجة اسمها انا قلوكو دي برضو حاجة تاني فخلينا ماشيين بالبروزيز ده كده الايه المدوسط اللي احنا شغالين فيه فبروشيز الكوزيشن اتعمد من الويل هاوس مانجرد بيتم تحويل البروشيز او اردر انا لما تم تحويل البروشيز او اردر هنا قسم المشتريات بيقوم بعمل ايه بيعمل حاجة اسمها اه نعم ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه امين المستوضع مسئولية لدي البضاعة مش مسئوليت يقولك والله اشتري البضاعة دي بكم دي مسئولية البروشيز تبارتمنت فهو طلب كميات اولي فبيعمل أجل البرشيز ريكوزدشن بقول له انه يجب 10.000 حق مانوش دعوه بقى أشترها انت بكام او هتجيبها من اي مورد دي مش شغلت انا شغلتي قادي اول هاوس ان انا بشتري بطاعة ودخلها كميات تبقى موجودة عندي راحت هنا ليه مين؟ راحت ليه؟ البرشيز بارتمنت البرشيز بارتمنت هيعمله 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 بعمله بيكاري البي او البي او طبعا هيتكاري اوتوماتيك من السيستم بناء على الريكوزد بس البي او ده هيبقى قول لي هيبقى فيه طيب فهنا طبعا وظيفة ادارة المشتريات ان هي بتقوم بعمل سند لي البرشيز اردر ده للمورد بس قبل ما تبعته لمورد بتعمل حاجة اسمه بتطلب عروض اسعار يعني انا دلوقتي طلبت عشر تراف حبه هلا ان انا روح اشتريهم من المورد دايريكت لا انا بطلب عروض اسعار والله ببعت الريكوزد ده او بتاعي اجين يا جماعة اللي انا بقوله ده هيكون سيستامي مش حتى ببعت لمجموعة من الموردين انا في اللحظة دية الموردين بيدولك اسعارهم وبيبعتلك الاسعار انت في السيستم السيستم هو اللي بيعمل عملية تكمبير اوتوماتيك بيشوف افضل سعر وبيقولك والله ده افضل سعر هو بالنسبة لي ايه الاكسيبتد اما باقي الاسعار فهي لص وبالتالي انا عندي بالنسبة لي انا الاسناف دية اشتريتهم من اي موردين او اي موردين اي اكسيبتد اسعارهم واي موردين انا رفضهم طيب بعد كده يا جماعة اه اه افتر اكسيبتد زي زي البرايز بتاعي بيبدأ السيستم ابدأ خلاص انا اخدت السعر ده بعمل لحاجة اسمها واركو فلو داخل البي او بيتم تعميده من البرشيز مانجر او وبعدين بعمل انا بعمل او 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 ادعاء او انا ببعت البي او للمورد. بيبقى المورد في اجراء عملية الايه? عملية ان هو بيدليفر الايتمز. يبقى احنا كده الى الان وصلنا ان الوردر او البروشيز او او وصل للمورد المورد بدأ يستلم البضاعة او يبقى يسند البضاعة. هنا لما المورد بيبدأ يسند البضاعة. انا ممكن تكون البضاعة دي. لما تكون البضاعة لوكلة في المستوضاعات ممكن احطتها لما بنفعها بشكلристikeة. هنا انا حاطك سمحها بورشيز برايس. نراه ببعيد ان وهي الفرق بينها او خلفهم لياه. فهنا دخل البي اوners سعر اسمه برشيس برايس. البرشيس برايس هنا اللي هو سعر تيشو بس. علبة المالية لسعرها كذا. لكن هنا هنحسيب بتاع ده اخد مواصلات بكم. هتاخد حمولة بكم. هتاخد مثلا تنزيل بكم. كل الكلام ده انا محفظوش على الصنف. انا يا جماعة هنا بدأك على الصنف عندي في الويرهاوس لازم اكون احق ضايف عليه جميع القسط بتاعتي. الصنف ما بيخشش بس بالبرشيس برايس. لازم اضيف اضيف عليه للشارج لازم اضيف عليه كل الاضافات. وبالتالي هنا لما بكون اعمل حسابي وانا بعمل البي او. عندي اما وانا بعمل البي او وعارف ديت فبحطها. فبتبقى عندي بالنسبة لدي بالنسبة لي. ليه يا جماعة لان انا مسلا والله انا عارف النصانف ده وانا اجيبه من المورد. هيخد رانس بورتيشن كذا وياخد حمولة كذا وكذا. لكن بحطها في البي او از استيميشن. لكن لما باجي استلم البضاعة لا. ممكن ان اسعار دي تختلف. فانت قدامك تحطه از استيميشن. يعني ممكن تحط الانفوات حتى لو اضيفه في البي او. وفي النهاية هتحمل على ايه على الصنف او 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 عرلجر بوستنج اللي احنا هنشوفها او اللي احنا هنشوفها او لتشارج بوستنج. طيب عشان ما انتوش من بعض. المورد لو كان لوكال بيسند البضاعة للوير هاوس حين. لما بيسند البضاعة للوير هاوس اجماعة البروسيس اللي انا بتكلم فيه ده كده بكلام معاكم. السيستم هنروح له وهنتكلم عليه بس انا عايز وانا باشرح في الحاجات دي في السيستم. وايه اللي بيحصل. فهذا مهم جدا بالنسبة لهم. طيب. اه ما انا بولك انترناشنال ولوكل. يعني مورد موجود في البلد اللي انا فيه. لا لا مش اعملات. السيستم اللي هيبعت للموردين. هنشوف الكلام ده التفصيل. هنشوفه. انا 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 الاول عايز افهمكم يعني ايه البروسيس بيمشي ازاي. يلوركو في له ماشي ازاي. بعدين هنشوف ازاي هنعملها على السيستم. اللي انا بتكلم فيه كله على السيستم. هنشوف على السيستم ان شاء الله. طيب. اه فانا يا جماعة هنا وصلت ان انا اه البضاعة بتاعتي بدأ المورد يسند البضاعة. هيبعت البضاعة هندي هبدأ انا عملية البروسيس بتاع. لو كان خلاص انا هبدأ عملية البروسيس بتاع الويرهاوس. الويرهاوس هنا بيبدأ ايعمل عملية للبضاعة. طيب. فيه اكتر من طريقة. الطريقة الاولى انه هو امين المستودع. بيستلم البضاعة فيزيكال. والله بيقول انا استلمت انا بعد عن عشر تلاف حب تيشو. بياخدها يعملها ريسيفنج دايريكت ويدخلها عنده في الويرهاوس. فبيعد البضاعة لهم مع عشر تلاف بيستلمهم لو خمس تلاف بيعمل بارشا ريسيفنج. عن طريق السيستم برضو. ويدخلهم الويرهاوس بتاعه. وبالتالي كده تدور انتهت عند الريسيفن. طيب. يا اما بيدخلوا في حاجة اسمها قوورنتين order. قوورنتين order. او او قوالتي آردو. او 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 دا حيدخلوا عملية الايه الكواليتي. يعني هيشوف الاصناف اللي غلى عشرة تلاف حبية ادميت فعلا. ما فهمش ديف تكتب ما فهمش بضع. يعني يعني. خلا؟ نقول. بضع اه مسلسيما او بضع غير غير المواصفات اللي انا طلبها وبالتالي فهو بيعملها عملية الفحص بيعملها عملية ايه فحص بيشوف البضاعة ديت فعلا اا اكسبتد ولا نوت اكسبتد وهنشوف الكلام ده بيدخلها عندي في بعض الشركات بتعمل ريسيفنج وبتستلم لو ما فيش خلاص بترد البضاعة وبتعمل على البضاعة المستلمة او في بعض الشركات بتدخل حاجة اسمها كورانتين ويرهاوس والكورانتين ويرهاوس ده بتخش تشوف بتحطه في الويرهاوس آآ وسيد ما بتروحوطهش في المين ويرهاوس. بتدخلوش الويرهاوس بتاعهم. عندهم مثلا انت خيال ان الويرهاوس عندك انت في بضاعة بترسها البضاعة الجيدة. في عندك حاجر. اعمل غرفة للحاج او وير جزء من الويرهاوس كده كل البضاعة اللي بستلمها بدخلها على ما يتم عملية الفحص. افت از اكسبتد بنقلها من الغرفة اللي هي خاصة بالفحص اللي هي القوارنطين او غرفة الحاج بنقلها للمين ويرهاوس. طب لو نوت اكسبتت خلاص انا برجحها تاني او اه باخد اكشن مع المورد. يبقى انت بتدخلها القوارنطين ويرهاوس. بس هنا لما بدخلها القوارنطين ويرهاوس يا جماعة الفحص هنا بيبقى عيني. يعني ايه عيني? يعني ايه? يعني والله انا جاء لعشر طلاف حاجة بتشوف وبص كده بعيني تيك 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 لان نفهمش حاجة دخلهم من مين ويرهاوس. او في انا ذر بروسس اللي هو حاجة اسمها quality order. زي مثلا شركة انا بستلم مثلا خانا اقول لبن. اللبن ده انا باخده. هل ينفى ان انا ببص فيه بعيني كده اقول له والله اذا اللبن ده صحيح يالله دخله معايا او دخله على التصنيع. ولا لا انا عندي في حاجة اسمها انسترمنت عندي ادوات هي اللي بتمسك باخدها وبمسك بقيس بها كسافت اللبن. بشوف بها اللبن ده فعلا محطوط على مية او مش محطوط. بشوف مثلا اللبن ده اه رايب ولا مش رايب. بشوف اللبن ده. اذا انا بدخلها حاجة اسمها quality order. وبدخلها حاجة اسمها test instrument ادوات هي اللي بتقيس وهي اللي بتقول لي اللبن ده فعلا. اه يعني اكسبت ولا نوت اكسبت اوكي او نوم. وبالتالي انا بعمل حاجة اسمها quality order. ده بدخل انا بنفسي عالسيستم. وبعمل test. وبدخل بعمل test عالسيستم وبعدين بقول والله test accepted او not accepted. وبدي للسيستم بقول له والله لو لو كسفت مسلا من خمسة العشرة يبقى اكسبت. طب لو كسفت وقال لي من خمسة يبقى نوت اكسبت. فالسيستم على طول لما بدخله الرقم. انا استدخل انا معي مسلا زي تيرموماتر. وحطيته في اللبن اللبن اداني سابعة. فرحت انا كتب سابعة. خلاص السيستم فاهم ان سابعة دي ما بين الاثنين او سوري ما بين الاثنين والعشرة. طيب لو اقل من الاثنين يبقى ايه اه 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 نوت اكسبت. وبالتالي انا بدخله في حاجة اسمها quality order. ده الاثنين غير القوارنتين order. وبالتالي في الحالتين انا بعمل عملية اه اه فحص لالفينش دو جود بتاعي اي امكان او او رو ماتيريال يبقى الفحص حتى مش للفينش دو جود قولي لا ده الورو ماتيريال كمان بعملها عملية فحص وبدخلها الورهاوس بتاعي. مش بس كده دا احنا ندخلها الورهاوس مش بقدينة. يعني عن طريق الموبايل ابليكيشن يعني لو عندي مثلا تيشو او عندي مواد وعايز استلمها. اعمل لها ريسيفنج ازاي تيك 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 اسكانها عن طريق الموبايل. هدخلها على طول. وبعمل حاجة اسمها اه اه وورك وبعمل حاجة اسمها الكوشن دا اكتب. قصة كبيرة مش وقت هنكتنل فيها دوقتي. طيب عشان ما انتوشي من بعض. يبقى انا دلوقتي عملت ريسيفنج دخل الورهاوس. ممكن ادخل ريسيفنج طاية الكتنا على المين ورهاوس. او ممكن احطه في كورانتين ورهاوس. اللي هو غرفة حاج. وبعدين بفحصه. بعد ما بفحصته ادخله الورهاوس بتاعي. وهنا كده البروسيس انتهى بالنسبة لي. طيب. الوبشن الثاني لو انا جايب البضاعة من. يعني مورد اجنابي. يعني انا شغال في مصر وبجيب بضاعة من امريكا من السعودية من اخر. هل البروسيس بيختلف او لك هل يختلف. بيختلف في ايه؟ هنا بشغل حاجة اسمها لندد قوست. اللندد ايه لندد قوست. انشغل حاجة اسمها بويج. انشغل حاجة اسمها لجة. حاجة اسمها مثلا. كل الكلام ده هنشغله معنا. طيب ايه 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 قص يعني ملخص انا بحمل البرودكت بتاعي بالتكلفة او بالكوست الى انه يوصل المغزن طب ما تشارجي بتحملها اقولك اوكي لتشارجي بتحملها ممكن استخدم تشارجي عادي حتى لو جاي من برا لكن فايدة اللاندكوست ان هي بتعمل تراكينج بتعمل تراس ببقى عارف البضاعة بتاعتي تلعت من عندي المورد ولا ما طلعت شي تحملت في البخرة ولا ما تحملت شي وصلت المطار عندي ولا ما وصلت شي تكلفت كام وبعدين اتنقلت من المطار راحت عندي وصلت عندي في المخازن ولا ما وصلت شي يبقى انا قاد على السيستم عارف البضاعة فين راحت فين وجات منين خدت كام يوم هنا وخدت كام يوم هنا وابقى بحادت حاجة اسمها للتايم يبقى انا كل ده بقدر اعمله عن طريق حاجة بيسمى اسمها الايه اللاندكوست وديت برضو ادفانسد سيطاب وكون فيكريشن وبالتالي بقدر ادخل عندي المستوضعات بالطريقة اللي احنا اتكلمنا معها بعض فيها نرجع لكم يا شباب كده الى الان واضحة ولا الدنيا دخلت في بعضها طبعا اه انا بحب اتكلم الحاجات دي كده عشان لما يجي داخلنا على السيستم بتبقوا عارفين ايه هي البروزيس اللي احنا يشتغل فيه انا مخش اعمل بورشيز ريكوزيشن اقولك كونفيرم طب يعني كونفيرم يعني رسيب طب بعدين الخطوة التانية ايه فانت نفسك لما تلاقيني شغال بعمل ريكوزيشن عرفت ان انت محتاج ابروفر وبعدين متحول لبيقو بعد البيقو عايز ان انت تتعمل كونفيرم او قبل البيقو تبقى عارف البروزيس ماشي ازاي وانا شغاله طريق التطبيقه ده هو ده شغلنا او ده الهدف من المحاضرة ومن المحاضرات بتاعنا لكن احنا قبل ما نقشر طريق التطبيقه لان في نازل نفس الفكرة بالزبط لما بيج واحد ولانا مش فاهم محاذب لا احنا بلايش رح سابلاتش هنا اعود عشان لما نيجي نطبق على السيستم يبقى البروزيس مفوق التجاه تد طيب اجينا لو 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 ركزت في كلامي قلت قلت انا بقولك فيه شركات متوسطة وشركات شرحت لك بتاع الشركة المتوسطة اللي بتعمل وكذا وكذا. هقولك بقى لو انت شركة اعلى هتشتغل ازاي? قايمني? يعني ايه? انا بحب يعني ايه اقولك انا اقولك الشركات لا يعني الماستر بلاننج والبلاند برشيز اردر والكلام ده او البلاند كله عموما اللي هي الماستر بلاننج دي الشركات لما تكون بتبقى مطبقة السيستم قوي يعني. وهنقولها برضو زي ما احنا قلنا برضو. بس اجينا انا بشرح البروسيس اللي هو شغال فو معظم الشركات. بعد كده هنروح للأدفانسد. مش ينفع هنروح للأدفانسد يعني من مرة واحدة. طيب. اخلنا البضاع المستوضع يا جماعة. بالبروسيس بتاعنا. نبدأ. خلاص بقى عندنا البضاع. انا قلت انا انشأت شركة ودخلت بقى عند ضعف الوردهوز بتاعي. بناء على الفرقاست بتاع السيلز. طيب. بنبدأ نتعامل مع دائرة تانية دائرة كبيرة. هي دائرة السيلز. دائرة السيلز. مش قولي في الديناميكس 365 في سيستم تاني مايكروسوفت. عامل اسمو سير ار ام كاستمر ريليشن مانجمينت. مش هنتكلم عليه برضو. لو حبيتو في النهاية خالص الكورس. ابقديكو بريف. يعني سير ار ام وبتشتغل ازاي وكلام ده. هقول طريقة البزنس بتاعها. فمسلا احنا بنتكلم في عندي سيلز بيرسون مندوبين موجودين عندي. هم اللي بيقدر نحصل العميل عشان. او على ايه? يعني دائرة اللوي او الطريقة اللي بحصل منها العميل بناء على السيلز بيرسون. او طريقة كتير جدا ممكن تبقى عن طريق. خلان اقول الريليشنز. ما بين السيلز ما بين السوق. حاجات كتير اللي هي الريليشن مانجمين. فالسيلز بيرسون بينزل السوق بيكلم مع الاكاونتنت او بيكلم مع الكاستمر خلاص اقنع الكاستمر بيعمل حاجة اسمها اوبرتونيتي. بعد الاوبرتونيتي بنحولها الكوتيشن ده طبعا اه خارج لواء السيارين. في انها انا حصلت الفرصة والعميل اكسبتد انه يشتري مني الباق. فبعمل حاجة اسمها سيلز بيرسين. سيلز بيقولي العميق المو بيقولي بقولي اديني اسعارك. يعني ميلي كوتيشن. انت لما تكون رائح تشتري اي حاجة انت بنفسك والله بتروح لفندر واتنين وتلاتة وبتقول له والله الديني بتاعك عرض السعر. والله انا جاي اشتري منك مناديل خاصة المناديل بقت عندي في المستوضع وانا عميل جيدة وانت اشتريها بقوللك والله اي 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 اصعارك ديني اصعارك. فباختصار كده تتعملوا حاجة اسمها بتقول له والله ينقل المناديل ده الحبة فيها بكزا والنقضى بكزا والنقضى بكزا. هنا العميل بيعمل او بيرجيكت بتاعه. لو هو عامل هنا في اللحظة دية يعني الرجل موافق انه يشترر بضع منه. فانت بتحول لسيلز ايه? خلاص? ده بقى امر بياه. المسؤول عنه السيلز بيرسون اللي هو السيلز اللي موجود عندك هو اللي بيبقى موضوع السيلز. بيبدأ بيعمل سيلز اوردر اللي هو اصلا جاي من الكوتيشن. وبيبدأ يعمل كونفيرم عليه. يعني خلاص بيحط كوتوماتيك السيسلم بمجرد ما تحط الصنف بيقرأ الاسعار بعمل حاجة اسمها برايس لست. هنشوف ازاي نعمل برايس لست الخاصة بيه سواء كانت مشتريات او مبيعات. بناءا عليها بس ببناءا على البي او بتاع المورد. بيبدأ هنا يعمل سيلز او كوتيشن بيقول والله انا عايزة المورد ده طلب مني الفين حبة. والسيستم اوتوماتيك هو بمجرد ما بيدخل الفين. السيستم اوتوماتيك بيقرأ السيلز برايس من البرايس لست اللي محطوطة عندي. فبيبدأ هنا طبعا محطيك فقال والله او بيحطي الضريبه بتاعته. فالسيستم بيطلع على اللي يعمل الخطوة التانية بيعمل خطوة التانية من السيلز او او ابروفا للسيلز او او او. هنا في لحظة الكونفرميشن بنخشف ما حاجة تانية كبيرة جدا جدا. هنا حاجة اسمها كريدت اندو كوليكشن السيستم بيعمل او الوردر علي مجموعة من المعايير كده دي في فأعملت confirmation لسيلز أوردر. هنا مجرد ما بعمل confirmation. ببدأ أعمل حاجة اسمها Picking List. يبقى الخطوة اللي بعد confirmation. Picking List. إيه ال Picking List ده؟ لما بعمل confirmation لسيلز أوردر خلاص أنا عايزة أدي أوردر أو أبعت ورقة أو أعمل حاجة اسمها Picking List من السيستم اطلاح اقول لي اميني المستودع اقول لي لو سمحت دي البضاعة اللي انا ايه محتاجها احجزها لي او جهزها لي فبنقل على البيكنجلست البرينت اللي بيطبعه السيلز بيرسون من السيستم هو ده اللي بياخده اميني المستودع ويبدأ يحجز البضاعة بعد البيكنجلست بيبدأ يعمل حاجة اسمها ديليباري للبضاعة خلاص ايبدأ يعمل ديليباري للبضاعة وبالتالي هنا البضاعة هنا في الحالة دية بتبدأ عملية الديدكشن من الكلميات اللي موجودة من دك في الويرنامس طيب بعد ما بعمل ديليباري سواء كان الديليباري اه هنا عن طريق الموبايل او عن طريق السيلز اردر اه الشير زي انا عندكم يا جماعة كلكم هو اللي هو انا انا واقف في السنة الرئيسية مش واقف في كده انا لو خلاص انا كده اه اه لأ ما انا كنت واقف على الشاشة بتاع الديم طيب فهنا يا جماعة زي ما قلنا اجين هنا بنعمل عملية الديليباري عن طريق ايما الموبايل ابيكيشن ايما بنعمل الديليباري عن طريق ايه السيستيم ديريك من حاجة اسمها باكنج سليب او اللي انتو بتسميها ديليباري نون وبعد كده المرحلة الاخيرة بعمل عملية الايه السيلز انفويز بعمل عملية الايه السيلز انفويز دي كلها يا جماعة دورة الصنف بداية من شراء من المورد مرورا بالمستودعات بعد كده طلعته من المستودع بقدر اعمله كونفرميشن ودليباري واسيلز انفويز طبعا كل حاجة انا بتكلم فيها دي قصة كبيرة يعني بس البرودكت الواحده وما بكريته قصة كبيرة وكل حاجة بتتحط لها معنى لها معنى كل اوبشن انت بتحط له معنى الاصناف دي هتلاقوا في فعلا فعلا قصة كبيرة جدا بس انا اللي يهمني القصة ديت ان شاء الله هتتفهم مع بعضنا اللي يهمني البروسيس يبقى مفهوم اللي يهمني اجين ان البروسيس بيختلف من شركة لشركة ممكن شركة اجين لو احنا هارجع للتقسيمة من شركة تحت ممكن شركة تكون لسه بدء السيستم او ما تكونش قوية او شغالة في السيستم من زمان لكن بتاعها من صح فبتلاقي شغلها والله ممكن يعملوا بوشيز الكوزيشن مانوال والبيقو على السيستم يعملوا ومش عارف اه الديليبرا نووتي مانوال والانفويز على السيستم شركة انا اطول لك والله انا هبدأ بالانفويز دائرة شركة انا اطول لك انا مش هسجل المشدريات انا على طول هسجلها ازيك سبنس هتلاقوا مواهب واكيد انتو شرغلين في شركات والحاجات الموجودة ده مشكلة موجودة في كمية كبيرة من الشركات موجودة بايه اللوو ليفل لو احنا قسمنا كده سري ليفلز يبقى ده اللو ليفل من الشركات الليفل التاني اللي اول ميديام اللي انا اتكلمت عليه البروسيس اللي انا اتكلمت عليه دلوقتي وهو ده مش ميديام يعتبر برضو ايه شركات كويز شدة حل اللي انا بتكلم عليه لو ماشي في البروسيس اللي انا اتكلمت عليه اللي اتبقى شركة كويزة في بقى الادفانسد لسه اللي كان الادفانسد بتكلم عليها اللي هو الماستر كلاننج انا زي ما قلت اجين انا بعملش حاجة اسمها بش يزري كوزش انا بناءا انا بناء على السيلز فوركاست اللي اساسا بيتيجي من سنوات السابقة السيلز فوركاست هنا بيجي السيستيم بعمل حاببنا حاجة اسمها مستر بلاننج مستر بلاننج ده محرم لها انواع حاجة اسمها كبرج جوغروب في كبرج جوغروب او مستر باي بريود في باي مينموم ومكسيمام في عندي حاجة مانوال في حاجة اسمها مستر بلاننج ده محرم لها تفاصيل مش هنتكلم في دلوقتي فالسيستيم يعني الفكرة ان السيستيم هو اوتوماتيك بناء على المتطلباتي او احتياجاتي بيروحي كارية حاجة اسمها بلانت البلاند ده ممكن يبقى بلاند فرشيز اردر ممكن يبقى بلاند فرانسيفير اردر ممكن يبقى بلاند فردكشن اردر والكلام ده هنتكلم عليه التفصيل ان شاء الله بس لسه يعني مش في اول محاضرة كده احنا لسه في محاضرة التعارف وانا عارف ان احنا اه اعدناكم السيستيم هو هي بس مهم جدا المحاضرة ديت بعد كده احنا هندخل مع بعض خطوة خطوة ونشوف هنمشي مع بعض ازاي وكده يعني اتوقع التسينف النهاردة ومعاكم هوات لو في اي توضيح او اي اسئلة او اي شيء اه مع بعض وتفضل فانا فانا اه 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 لا بص يا بش العملية الكواليتي او الكواليتي مش شرطة في المشتريات بس انا ممكن بعمل كواليتي وانا بشتري وممكن هو بعمل كواليتي وانا بسمع وممكن هو اعمل كواليتي حتى والبضاع الموجودة عندي يعني انت مثلا صنعت بلس اشتريت انت صنعت جبنة وحطتها في الورهاوس الجبنة ديت قاعدت عندك ثلاثة اربح شور في الورهاوس وهاباحة شو المفروض اعمل عليها كواليتي او يا جن اه المفروض وفي كواليتي على الانفنتوري نفسه ورقوا الانفنتوري اخدي كمان انفنتوري نفسه في كواليتي جاهز احسن 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 من مكان له. ممكن قبل ما اعمل عملية فالسيستم بيكاريت له حاجة اسمها داخل جميل? ده داخل قسم عندكم قسم الجودة او قسم الفحص. هنا بمجرد ما بعمله عملية طبعا ما يعني انا قلت لك اجيل ان انا ممكن اعمل قبل او بعد فالنورمال ان انا بعمله قبل فما بقدرش او امين المستوضع ما بقدرش يعمله الا لما قسم الجودة يعمل يعمله اه او او ان البضاعة وبالتالي السيستم هنا بيروح يحور دايركت على يبقى احنا هنا بينشأ مع كل برشيز اردر بيبقى مع تفاهمني? اه فهنا في اللحظة دي هيortunيات لالسيستم بينشأ حاجات اسمها كواليتي انتكلام ده هورر لكم بالتفصيل يعني جدا يعني هقول لكم اللو انت عايز تعمل اه الفحص ه بالنظر هتعمله ازاي لا لو انت عايز تعمل تست وتشوف وتعمل باس وتعمل حاجات اسمها سامبل والاحاجات ده كلها هنشوفها تفصيل او لو انت اصلاً شركة ما عندكش حاجة اسمها آآ آآ خالص وعلى طول بتخش بتدخل بضعي الورحاوز. هنشوف كل السيناريوهات ان شاء الله. نعرفه بشي. سئلة تانية يا شباب. بلانينج اوبتوميزيشن. هو ايا كان الاسم. طب ما احنا كان لدينا وبقى السبسكريبشن بلينج. معايب? بس. هي ماكروسوفت ممكن تعمل يعني. المسمى ممكن يكون مسلا لتطور معين لكن هتاخد نفس الكنسيبت وكل حاجة بتزود. كل يوم بتنزب. يعني انت ممكن تلاقي في اليوم نزلك تلاتين اضافيين وشغل كتير كتير من ماكروسوفت. لكن هي مش هتغير الكنسيبت مش هتغير كل الكلام ده. لا هو موجود. بس سينيم وهتضيف على تفاهمني? فاحنا فيهمينا المستر بلانينج اي تشينجة تعملوا ميكروسوفت احنا فاهمين. الامور واضحة يا شباب ولا في حاجة غمضة احنا مبدئيا في المحاضرة دولة. نعم? يلا بالتوفيق يا شباب. نعم? تمام تمام. شوفوا انا بقعد اقول لكم نعم ازاي عشان نتسمعها مش معايا بس مش مشكلة. لا اكيد طبعا انا هوضح لكم الامور وهنبشي ستيب باي ستيب. واهم حاجة ان انا مش هعدلكو حاجة ان شاء الله يعني اه اه زي ما قلت لكم ان شاء الله هتبقوا مستطين بالقرسي بازن اه بس لا مش بالاول طبعا لا لاندكوستو الترانسبرتشن ده اخر حاجة لان انا هبدأ مينفعش روح اعمل لاندكوستو الترانسبرتشن وانا وما ما تعرفوش ازاي تكاريتو غايتو ما تعرفوش تكاريتو. فلا هنبدأ بسيكونس اه يعني بسيكونس صحية ان انا مش يعني مش هشرح مديول عن مديول او لا هبدأ مثلا بسيكونس او بعد كده البرشيز بعد كده اعمل لكم سيكونس بحس ان العملية كلها تبقى مع بعضها تمام كده شباب ان شاء الله انا بارفع لكم المحاضرة بارسل لكم لينك اه هجرت لكم على الوان درايف وبرسل لكم لينك ان شاء الله هتسمع المحاضرة هتبقى دي طريقتنا ان شاء الله هرسلكو برضو سكيد والينك للتايم برضو اجين ان احنا ناخد كم محاضرة ومواعدها ان شاء الله والجروب موجودة شباب ديسكاشن حد عايز اسئلة حد دقيق كلنا بنقدر نشتغل عليه وزيما هرتركو فيه كوميونيتي كفيرة موجودة عشان برضو شباب كلها كله يستفيد وفي التوفيق معكم ان شاء الله حاضر حاضر هابعت لكم التفاصيل ان شاء الله يا الله على خلقة الله يا شباب بالتوفيق ان شاء الله بس يا ربت يا ربت يا ربت يا ربت تحافظه على الحضور تمام عشان انا بشوف ناس بتيجي بعد خمس ست محاضرة هي هي بتبقى موجودة ومشتركة في الكورس بس هي بس بتستنى الفيديو وتقوم لو كده انا ما عندش مشكلة انا على فكرة عندي فيديوهات جميلة وجاهزة جدا يعني بس اكيد انتم هتبقوا مشجعين على الحضور تمام؟ عشان انا لو لديت مثلا العدد L مثلا عن منمام 10 او ممكن اقول لكم يا شباب كورس موجود مسجل وموجود شرح زي ما انا بتكلم معه فانحنا يعني لو حد له عزر اتس اوكي ما حدش له عزر يحضر انا عارف ان الكلام ده المفروض لا اقولوش ده حاجة حرية لكم يعني في ناس تقول لك ماله واحنا نحضر نحضر ما نحضرش ما نحضرش احنا لا انا مش الهدف بتاعي بقى ان احنا نحن نحن نفسه اه عشان يعني ايه برضو نشجعونا كده ونشتغل مع بعض ان شاء الله طيب مرد خلينا بحنا نعمل اسكادور بكرة يعني انتظر لبكرة تمام؟ يا الله يفاق توفيق يا شباب ونحن نلقوا توفيق ان شاء الله مع السلامة السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا